اشتركوا في القناة صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيم جاء في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لأولاده أنه قال أوصيكم ألا تشركوا بالله وبسنة نبيكم أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم بعد ذلك صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلوات الله وسلامه عليه حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من ملاحظات الشيعة الإمامية على الصحيحين من مصادر مدرسة الخلفاء الحديثية وقد سبق أن ذكرنا جانبا من الملاحظات التي قدمت على الصحيحين من داخل مدرسة الخلفاء وأشرنا إلى بعضها في ليلة مضت أما حديثنا الآن فهو يتناول بعض ملاحظات الإمامية حول هذين الصحيحين ملاحظة عامة تتناسب قيمة الكتاب وتأثيره في الناس تناسبا طرديا مع توجه الملاحظات والتقييم إليه فإذا كان الكتاب لا قيمة له ولا أحد يلتفت إليه ولا يؤثر في شيء ربما يأتي هذا الكتاب ويبقى عشرات أو مئات السنين من دون أن يتوجه إليه أحد بل ربما لا يتعرف عليه أحد أما إذا كان الكتاب مؤثرا في جهة من الجهات مشهورا مؤسسا لأفكار أو لعقائد أو لطريقة حياة أو غير ذلك فإنه في الغالب بمقدار ما يكون مشهورا ومنتشرا ومؤثرا قد تتوجه إليه الملاحظات والانتقادات من قبل أطراف مختلفة وهذا الأمر يصدق على كتابي الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنه لا ريب أن هذين الكتابين لهما تأثير كبير في الأمة سواء في داخل مدرسة الخلفاء أو حتى في خارج هذه المدرسة ليس كتابين عديمي التأثير ليس الكتابان عديمي التأثير وإنما هما مؤثران ولذلك فقد توجهت إليهما من الطبيعي الملاحظات والانتقادات من داخل مدرسة الخلفاء كما ذكرنا أو بغض النظر عن الموضوع المذهبي حتى من أشخاص يعتبرون باحثين ضمن الاتجاه الحداثي أو التنويري أو سمه ما تسمه يعني بغض النظر عن الموضوع المذهبي والديني أيضا هناك ملاحظات من قبل هذه الفئة وبالنسبة إلى الإمامية أيضا وجهوا ملاحظات لهذين الكتابين بل هناك كتب صنفت خاصة بمثل هذه الملاحظات وهي غير قليلة من تلك الكتب ما كتبه آية الله الشيخ النمازي الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة وهو من تلامذة السيد اليزدي صاحب العروة ورجع إليه في التقليد في زمانه متوفى سنة ألف ثلاثمائة وستة وستين هجرية يعني قبل قريب من ثمانين سنة من الزمان وكتب كتابا باسم القول الصراح في البخاري وجامعه الصحيح والكتاب موجود ومطبوع وإلى حد ما شديد اللهجة من الكتب التي اختصت أيضا بهذا الجانب ما كتبه آية الله الشيخ محمد حسن المظفر رضوان الله تعالى عليه أستاذ الشيخ محمد رضا أخيه الأصغر ربما يكون معروفا أكثر باعتبار تدرس بعض كتبه في الحوزات العلمية وكان مؤسسا لكلية الفقه وله برامج كثيرة مطبوعة فألف كتابا سماه الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح ذكر في هذا الكتاب في طبعاته الأخيرة ألف وستمائة وخمسين راوي من الرواة الذين نقل عنهم في الصحاح ألف وستمائة وخمسين مع أنه نص على تضعيفهم في كتب مدرسة الخلفاء نفسها يعني واحد قد استشهد به البخاري أو مسلم مع أنه نص على أن هذا مثلا ليس بثقة أو لي أو ما شابه ذلك وليس شخصا أو شخصين وإنما ألف وستمائة جمعها هذا العالم المجتهد الشيخ محمد حسن المظفر متوفى سنة ألف ثلاثمية وخمسة وسبعين هجرية بعده أيضا السيد هاشم معروف الحسني من علماء لبنان هذا توفي قريب يعني ألف أربعمية وثلاثة هجرية وهو مكثر من الكتاب النقدية لديه كتاب باسم دراسات في الحديث والمحدثين وربما طبع باسم دراسات في البخاري والكافي يعني عنده معالجة ودراسة لكل الكتابين أيضا من الكتب لمعاصرين مثل كتاب آية الله الشيخ السبحاني شيخ جعفر السبحاني من علماء قم الحوزة العلمية عنده كتاب اسمه الحديث النبوي بين الدراية والرواية أيضا تعرض فيه إلى ما يوجه من ملاحظات إلى كتب الصحاح من ذلك كتاب آخر لتلميذ العلامة الأميني شيخ محمد صادق النجمي شيخ محمد صادق النجمي كثير تأثر بمنهج شيخ الأميني وأخذ عنه وشيخ الأميني عندك في داخل الغدير عند دراسة حول الوضع وضع الأحاديث وأسماء والضاعي الحديث وأشار إلى وجود بعض تلك الأسماء في كتب الصحاح أحد تلامذته ألف كتابا جيدا اسمه أضواء على الصحيحين وهو الشيخ محمد صادق النجمي أصله باللغة الفارسية ترجم إلى اللغة العربية على يد سيد حسن القزويني على ما ببالي وهو كتاب متوفر ومطبوع بعدة طبعات وهكذا الشيخ حسين الهرساوي أيضا عنده كتاب باسم البخاري وصحيحه هذه دراسات مستقلة عن كتب الصحاح إما عن الكتابين معا البخاري ومسلم وإما عن أحدهما وغالبا ما يكون عن البخاري باعتبار أنه هو الأبرز والأشهر والأقوى غالبا عند العلماء إضافة إلى آخرين ممن كتبوا أيضا إما دراسات مختصرة أو ألقوا محاضرات سيد الميلاني وغير هؤلاء لا نستطيع أن نتتبع كل الأسماء ولكن إشارة إلى هذا لعل بعضا يريد الرجوع التفصيلي تعددت الملاحظات التي وجهها الإمامية لكتابي الصحيحين نحن نقسمها إلى القسمين المعهودين قسم أولا ما يرتبط بالأسانيد وقسم يرتبط بالمتون فيما يرتبط بالأسانيد ملاحظة عامة نحن نجدها في كل هذه الدراسات والكتب التي قيلت وهي أن كيفية جمع الأحاديث في البخاري ليست في رأي الإمامية طريقة علمية أو منصفة ليش لما قاله شمس الدين الذهبي شمس الدين الذهبي وهو من أعلام مدرسة الخلفاء مهم جدا ومؤلف مكثر حتى قيل إنه ألف قريب من ثلاثمائة عنوان بعضها وإن كان اختصارا لكتب آخرين ولكن الرجل يعد من كبار علماء تلك المدرسة معاصر للعلامة الحل رضوان الله تعالى عليه متوفى أي ذهبي في سنة سبعمية وثمانية وأربعين هجرية بعد العلامة الحل بحوالي عشرين سنة هذا يقول بهذا النص قال إن البخارية تجنب الرافضة كثيرا الرافضة في مصطلحهم غير الشيعة الشيعي عندهم في كتب الرجال من أتباع مدرسة الخلفاء هو من يميل لعلي وربما فضله على الخليفة الثالث هذا يقال له الشيعي وأما الرافض فهو من يفضله على الخليفة الأول والثاني هذا رافض على طول ليس شيعيا عندهم وإنما رافض شيعي بس إذا كان يميل إليه ويفضله على الخليفة الثالث يقول إن الإمامية الشيعة الإمامية الذين يعتقدون وهم كل الشيعة الآن الإمامية الذين يعتقدون أن أفضل الخلق بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليه السلام في تعريف الذهب وسائر كتب الرجال كلهم روافض يعتبرون قال إن البخارية تجنب الرافضة كثيرا ليش طبعا هذا مو في صدد ذنب البخاري لا هذا تسجيل لواقع كأنه يخاف من تدينهم بالتقية هذا أهل تقية ممكن يكذبون ممكن ما يقولون الحقيقة ولا نراه يتجنب النواصب قلت لك هذا ما قاعد يذم البخاري قاعد يسجل حقيقة لأنه يعتقد في البخاري اعتقادا كبيرا جدا ولا نراه يتجنب النواصب ولا القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق يقول ولو هذول مبتدع الخوارج ولو النواصب الذين يتدينون بلعن علي بن أبي طالب ولو عدهم بدع لكن هذول صادقون ما يكذبون أبدا وهكذا الحال في القدرية والخوارج والمرجئة أما روافض هذول كأنما معجونين بالكذب لذلك والتقية لذلك لا يمكن الاعتماد عليهم طبعا هذا عندما تعرض هذا النص على الميزان العلمي سوف تجد أنه لا يمتلك أي مقدار من المصداقية أنت تقدر تقول أنه أنا آخذ من الإنسان الصادق ما علي بمذهبه هذا ما حد يخالفك فيه تأخذ من هذا تأخذ من ذاك ميزانك هو الصدق أما أن تجي تفترض أنه الخوارج كلهم صادقون يلزمون الصدق المرجئة كلهم صادقون النواصب كلهم صادقون القدرية كلهم صادقون لكن الروافض هذولة عندهم مشكلوية الصدق إما أنت فعلا تتبعت الناس بهذه العناوين كلها فشفت كل واحد رافض في الدنيا هو كاذب نعم كلامك صحيح وتتبعت كل واحد ناصبي أو خارجي أو مرجئي أو قدري فرأيتهم فرأيتهم صادقين إذا هالشكل أنت سويت نحن نوقع معاك وأما إذا لم يحصل هذا افترض شفت من الرواة ألف شخص من الروافض كما تقول هذولة يكذبون افترض هكذا طيب هذا الآن الشيخ المظفر من كلام نفس الذهب وامثاله لأنه اعتمد على كتاب الذهب ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب وطلع تراجم 1650 شخص اعتمد عليهم أو اعتمد عليهم في الصحيحين وهذا بنص نفس الذهبي ومن نقل عنه في كتبه هؤلاء ضعفا كيف بعد ذلك أنت بدون هذا التتبع ذاك تقول صادق ذاك تقول يلزمون الصدق والحال أنه نص على عدم صدقهم ووثاقتهم وهذول من دون أن تبحث تقول الروافض مثلا يلزمون التقية وما إذا يلزمون التقية من دون كذب هذا ما يخدش في الإنسان لا بد أن يكون يكذب بالتالي حتى ما تعتمد عليه ففي أصل هيكلية وضع الكتاب يناقش هؤلاء العلماء ممن ذكرنا أسماءهم وكتبهم يناقشون في هذا أنه ما هو الميزان الذي يجعلك تقول أن هؤلاء هل فئات الأربع أو الخامس يلزمون الصدق هذا مثلا واحد يجي يقول مثلا أهل هالبلدة لازمون للصدق يقال له غير صحيح هذا ما ما كانت هذه البلدة صغيرة إلا أن تروح تتبعهم واحد واحد وتجربهم تشوف يصدقون أو لا فكيف أنت إذا تريد تجي تحكم على فئة من زمان أمير المؤمنين الخوارج مثلا إلى زمان البخاري كم مئات الألوف هل تتبعهم حتى رأى أنهم كذلك النواصب نفس الكلام قدرية نفس الكلام هل تتبعتهم حتى ثبت لك أنهم لا يكذبون وتتبعت الروافض كما تقول منذ منذ زمان أمير المؤمنين إلى زمان مئتين سنة مئات الآلاف يوجد تتبعتهم بالفعل شفت أن هؤلاء يكذبون هذه مجانبة للإنصاف يقوم عليها الأساس الهيكلي للكتاب هذا لا أقل بحسب نقلي الذهبي وبالفعل هو أقل من نقل الروايات كما قال الذهبي أنه لم ينقل عن الرافض هذا واحد اثنين في نفس الباب أيضا باب السند أنه اجتنب النقل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام طر إلا في بعض الموارد الخادشة هذا حسب ما نقل هؤلاء العلماء سمعوا إلى ما جاء في كتاب الشيخ السبحاني وهو أيضا موجود في أضواء على الصحيحين وموجود أيضا في سائر الكتب الأخرى لكن أنا أقرأ عبارة هذا الشيخ يقول لم يروي البخاري عن الإمام الصادق حتى حديثا واحدا هذا الإمام جعفر الصادق الذي ملأ الدنيا علما ولي عدد من أئمة المذاهب أخذوا عنه وتتلمذ على يديه لم تأتي له رواية واحدة في الصحيح فيما روى يقول الشيخ السبحاني عن الخوارج المعادين لأهل البيت ومنهم عمران بن حطان عمران بن حطان معروف من الخوارج مدح عبد الرحمن بن ملجم في قصيدة على أثر ضربته لعلي بن أبي طالب وقال عمران بن حطان في حق عبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان إني لأذكره دوما فأحسبه أو فالبرية ميزان هكذا يعني عندما أذكر هذا أشوف أنه أو أكثر الناس ميزانه راجح ليش لأنه ضرب علي بن أبي طالب في محراب صلاته فبدل ما ننقل ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين لازم ننقل أن ضربة عبد الرحمن بن ملجم هكذا هي تجعله أثقل الناس ميزانا يوم القيام هذا كلام عمران بن حطان وقد روي عنه في الصحيح بينما تركت الرواية عن جعفر بن محمد الصادق هل هذا يتناسب مع الإنصاف وأيضا روي عن مروان بن الحكم مروان بن الحكم فيما روي عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة أنها قالت إني لأشهد أن رسول الله قد لعنك وأنت في صلب أبيك زين وفي مكان آخر إنما أنت فاضض من لعنة رسول الله زين هذا ينقل عنه في الصحيح بينما تترك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام هذا أمر جدا في غاية الغرابة وما يفيد بعض الدفاع الذي قال به متأخرون عن هذا الأمر الأمر مسجل لذلك انبرى بعض الجماعة للدفاع عنه بعضهم قال إيه لأن الجعفر بن محمد مو محدث وإنما هو فقيه وهذا البخاري إنما ينقل عن محدثين عجيب مروان بن الحكم محدث وجعفر بن محمد ليس محدثا ما كان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان ينقل عن أبيه الباقر والباقر حتى ما تعترف فيك إمام صحيح لكن ألا ينقل عن أبيه وأبوه ينقل عن جابر بن عبد الله وجابر ينقل عن رسول الله ما كان في كل ما أثر عن الإمام الصادق عليه السلام آلاف الأحاديث ما في ولا حديث واحد من قل عن رسول الله يستحق أن ينقله هذا أمر مثير للاستغراب يقول أيضا بل إن البخارية خرّج عن رواة روّوا عن الصادق جماعة روّوا عن الإمام الصادق مثل عبد الوهاب الثقفي وحاتم ابن إسماعيل ومالك ابن أنس وهؤلاء كانوا مشايخ علم للبخاري بس البخاري اللي نقل عن هؤلاء لم ينقل عن أستاذهم وشيخهم وهو الإمام الصادق وهم قد نقلوا عنه في روايات أخرى نقل عنهم لم ينقلوها عن الإمام الصادق زينة مع أنهم هم نقلوا عن الإمام الصادق عليه السلام ويزيد الطين بلة ما قاله في كلامه الآخر يقول بل إن البخارية ومسلما لم يخرجا ولا حديثا عن الإمام الحسن الإمام الحسن صحابي لو لا سمع من رسول الله لو ما سمع بقي معه على الأقل سبع سنوات ولا الإمام موسى بن جعفر ولا الإمام علي بن موسى الرضا ولا الإمام محمد الجواد ولا الإمام علي الهادي ولا حتى الإمام العسكري المعاصر للبخاري ولا حتى عن أبنائهم يعني هذول كلهم لنفترض مدرسة الخلفاء لا تتعامل معهم على أنهم أئم معصومون ألا تقبلهم حتى بمقدار راوي يروي الحديث ولا يكذب فيه لو ما عندهم أي حديث يسندونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله بل حتى عن أبنائهم يقول الإمام زيد بن علي بن الحسين هذا مو محسوب على الإمامية محسوب على أنه إمام الزيدية وأخذ العلم فقط عن أبيه علي بن الحسين وأخيه الباقر وإنما أخذ أيضا عن آخرين من المدرسة الأخرى ولذلك يرى ترى مدرسة الخلفاء أن أقرب الشيعة إليهم هم أتباع زيد طيب زين هذا كان من أعلام الفقه تحدثنا عنه ذات مرة في حديثنا عن التاريخ المذاهب لم ينقل عنه شيء ولا عن الحسن بن الحسن المثنى أيضا هذا من الرواة وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله فقط واسطة واحدة وهي أبوه الحسن هو من التابعين ومحدث وهذا ما ادعى الإمامة ولا يعتبر إمام إذا أنت خايف لما تنقل مثلا عن هذا تعزز موقع الإمامة هذا مو إمام ولا ادعاها أصلا طيب فلم ينقل عنه ذلك لا عن هذا ولا عن ذاك في أي مورد من الموارد وين اللي نقل في الصحيح عن الأئمة عليهم والسلام يقول لك موردان هذا مشهور المورد الأول عن الإمام زين العابدين ما شاء الله جدت السال فالحمد لله ماذا نقل عن علي بن الحسين زين العابدين في الصحيح نقل فيه أن علي وفاطمة كان لا يستيقظان لصلاة الفجر فجاء النبي وأخذ يتكلم مع علي بن أبي طالب في ذلك وعلي يرد عليه فنزلت الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا نازل فيه علي بن أبي طالب عجيب ما كان أكو رواية عن زين العابدين ولا ذكر يناسب إلا أن علي وفاطمة ما كان يستيقظان للصلاة وإنما يلاحي النبي يرد عليه بعد إذا النبي نصح قوم للصلاة لا تتأخر لا تفوتك يقوم يناقشه ويرد عليه وجواب حاضر إله هل هذا فعلا من الإنصاف مع عترة رسول الله صلى الله عليه وآله هاي اللي حديث الثقلين يجعلها الثقل الآخر مع القرآن عديل القرآن إما ما ننقل عنهم أي حديث وإما إذا نقلنا عنهم حديثا يتيما ننقل مثل هالحديث أو حديث آخر أيضا هم عن زين العابدين أنه حمزة بن عبد المطلب لما هاجر وهاجر النبي إلى المدينة وكان جالس حمزة مع جماعة فأديرت كؤوس الخمر وشرب الخمر وسكر وأخذ يهدي ثم قام وكان هناك إبل يعني شارف حسب التعبير جمل كان نصيب علي من إحدى الغزوات فشق بطنه حمزة باعتبار أنه كان نعوذ بالله سكران وأتلفه فلما اشتكى علي لرسول الله جاء الرسول وأخذ يتحدث معهم فرد عليه حمزة بأنكم إنما أنتم عبيد لي كل الرجال خلص حسب التعبير طيب ما ما هي المصلحة إذا تنزلنا ما هي مصلحة أن ينقل زين العابدين هذين الحديثين عن جده علي وجدته الزهراء وعن عمه حمزة تشجيع على مثلا ترك الصلاة والاستيقاظ أو ماذا فإذا يوجه هؤلاء المؤلفون وغيرهم الملاحظة الثالثة الثاء الآتية وهي أنه في الوقت الذي لم ينقل في الوقت الذي نقل عان مثل عمران بن حطان ومثل مروان بن الحكام تم إغفال وتجاهل الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن أبنائهم وفي الوقت الذي نقل إنما نقل مثل تلك الأحاديث هذا أمر آخر في قضية الأسانيد فيما يرتبط بموضوع المتون أيضا يوجه الإمامية بعض الملاحظات ملاحظة الأولى أن هناك أحاديث في الصحيحين لا تتناسب مع ما هو مؤسس في العقائد من أدلة عقلية تبرهن على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وأنه لا تعتريه العوارض وأنه لا تدركه الأبصار وأنه وأنه بينما نجد في هذين الصحيحين أو في بعضهما ما يخالف هذا الأمر حديث رؤية الله يخالف لا تدركه الأبصار حديث إن الله يضحك لعبدين يخالف أن الله لا تعتريه العوارض أنا أنفع المرة فأبكي وأفرح فأضحك وأستغضب فأغضب وتظهر علي هذه الآثار إذا ضحكت وجهيا شرح ما شابه ذلك إذا غضب وجهية جههم إذا حزنت أن كمش العوارض هذه تؤثر فيه أما الله سبحانه وتعالى فهل تؤثر فيه هذه الأمور كلا زين خلينا إذن حتى لو فرضنا جاءت روايات منها القبيل نؤولها يرى المؤمنون ربهم إن نقول المقصود الرؤية القلبية ويشير إلى ذلك القرآن الكريم ما كذب الفؤاد ما رأى وإذا قضية الفرح والغضب وما شابه ذلك إن أولها بما لا ينتهي إلى تأثر الله بهذا المعنى الذي نعرفه من الضحك ومن الغضب ومن الحزن يقول لك لا أتباع المدرسة يقول إحنا نحمل الألفاظ على ظاهرها ضحك يعني شنو الضحك هو حالة تعتري الإنسان على أثر تعجبه طيب من شيء من الأشياء فيضحك الله يصير إلى هالشكل كيف يقول لك إحنا ما ندري بس يصير إلى هذا كيف يضحك لا نعلم ولكن طيب هذا لا يتناسب ما ليس كمثله شيء صار الآخرون مثل الله صار الآخرون مثل الله كما هو يضحك هم يضحكون غاية الأمر هذا يضحك بكيفية وذاك يضحك بكيفية أخرى لا نحن نقول ليس كمثله شيء يعني ما يطرأ علينا من التعب والراحة والضحك والحزن والغضب وما شابه ذلك لا يطرأ على الله سبحانه وتعالى بل في بعض الكتب هذا ما موجود في الصحيحين في كتب أخرى كما هو في معجم الطبراني لما فرغ الله من الخلق استلقى ووضع رجلا على رجل هذا ما موجود في الصحيحين بس هذا الفهم فهم غلط لما يرتبط به مبدأ الخلق وهو الله سبحانه وتعالى خليكن الناقل ما له ثقة وصادق ولكن هذا يتعارض مع العقل يتعارض مع القرآن الكريم لا بد أن هناك مشكلة في هذا الحديث فهذا واحد الإمامية يقولون هذا بالنسبة إلى قسم من الروايات أنها تعارض تنزيه الله وتنتهي إلى التجسيم وتنتهي إلى التشبيه فلا يمكن أن تكون مقبولة وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يرتبط بشؤون نبينا الأعظم محمد مثل ما ورد من أنه مثلا النبي في أول البعث ما كان يدري أنه نبي وتبين إليه بعد ما أكد له ورق ابن نوفل وزوجة خديجة ترى أنت نبي وهذا ترى اسمه الواحي ويأتي من السماء وما شابه ذلك بعدين عرف أنه هو نبي وقد كذب مثل هذا النحو من الروايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في رواياتهم وهكذا أحاديث اللي ترتبط بشخصيته المعظمة المكرمة لا تتناسب مع هذا التعظيم والتكريم الذي أكرمه الله به في كتابه وجعله خير خلقه فيعترضون عليها الإمامية أيضا من ذلك ما يرتبط ب إغفال ذكر فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام والأحاديث المهمة المشهورة كحديث الثقلين مثلا وحديث المنزلة وحديث أنا مدينة العلم وأمثال ذلك المشكلة هنا أن قسمان من أتباع المدرسة فيما بعد إجوا قالوا الدليل على أن هذه الأحاديث ضعيفة أنها لم تذكر في كتابي الصحيحين زين إذا كان هناك تعمد لإغفالها يعني صاحب الكتاب يعلم بوجودها ومع ذلك تركها فأنت تقدر تستدل ذاك الوقت نجي إلى المسألة الأولى كيف يمكن لمحدث محيط بهذا المقدار وعارف بالأحاديث مع وجود هذا المقدار من الأسانيد المعتبر نفس هذا الذهب وهو من أئمة الحديث والرجال وفي الرجال هو أكثر طيب يقول أنا رأيت كتاب الطبر في حديث الغدير فوجدته كتابا كبيرا جاء فيه بالأسانيد الكثير لهذا الحديث ويشير إلى أن هو اقتنع به بهذا المقدار من الروايات والأسانيد عمل علمي ضخم الطبري شقد وراء صاحب الصحيح البخاري ذاك 310 هذا 256 هجرية المسافة مو بعيدة فالروايات هذه وأسانيدها موجودة في ذاك الوقت أترى من المعقول مثلا أن صاحب الصحيح لم يطلع على هذه الأسانيد هذا مشكل في التتبع اطلع عليها واعتبرها كلها غير صحيحة وهي تزيد على مئة طريق كما ذكر بعضهم مئة طريق كلها ما فيها طريق واحد صحيح عند صاحب الصحيح هذا بعد أشكل حتى لو كانت كلها غير صحيحة عندهم هم أن هذا الحديث يعتضد بغيره إذا عندك مئة سند حتى لو كلها مو صحيحة يعضد بعضها بعضا طيب فيأتي الإمامية يتساءلون بتعجب عن هذا الأمر لا سيما عندما يرون أن الحاكم النشابوري أبو علي الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أورد هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث وأضعافها بأسانيد صحيحة على شرطي الشيخين أنه هذا مثلا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولذلك صارت ورطة مع هذا الحاكم النشابوري اشتويت أنت خربت الشغل حسب التعبير فلذلك بعضهم اتهمه بالتشيع وبعضهم اتهمه بالتساهل تشيع يعني عندما يلعلي بن أبي طالب ويفضله على مخالفيه ويفضله على مثلا الخليفة الثالث لا أحد يدعي أنه متشيع بالمعنى الأول الذي يفضل على الخليفة الأول والثاني بس قال وهذا متشيع ولذلك عبر هذه الأحاديث تعالوا قيسوا رجال هذه الأسانيد بمقاييس صحيحين سوف ترونها أنها صحيحة على المقياس فلماذا لم تخرج في كتبهما هذا أيضا سؤال يثيره أتباع الإمامية ولاسيما من ذكرنا أسماءهم في كتبهم حول هذين الكتابين ولا يوجد هناك جواب أكو قسم قالوا هكذا طيب وحدة بوحدة في الصحاح لم ينقل أصحاب الصحاح عن هؤلاء أنت أيضا في الكافي ما نقلت عن رجالنا ولا عن الصحاب المرضيين في مدرسة الخلفاء وما نقلت أيضا شنو فضائل لهؤلاء الأصحاب وخلفاء رسول الله فليش يعني تعاتبون بشيء أنتوا قاعدين تسوون سؤال لا بأس به جواب جواب بالفرق بين الصحيحين وبين مثل الكافي وأمثاله الصحيحان جُعِلَا مما أجمعت عليهما الأمة كلها وجُعِلَا سُنَّة النبي وما قاله النبي وأن الذي يُخالف هذا أو يرده فقد رد سُنَّة النبي وهذا لكل الأمة وأجمعت عليه كل الأمة إذا أنت تقول هذا الكلام تعال اتفضل انتقاذ هذا الفريق ذاك الفريق لأنه المفروض أن هؤلاء من الأمة وأن لهم الحق في أن يلاحظوا هذه الملاحظة أو تلك ما تقول هذا مثلا كتاب الصحيح خاص مثلا بالمذهب الحنبلي أو بالمذهب الشافعي أو بالمذهب الحنفي لا تقول هذا لكل الأمة وهذه سنة الرسول هذا ما قاله رسول الله وقد أجمعت الأمة عليه صاحب الكافي ما يقول الحكي هذا لا يقول أن هذا لكل الأمة وإنما يقول هذا لشيعة الإمامية ما الجماعة فرقة ولا يقول أن الأمة أجمعت عليه بل حتى ما يقول أن الشيعة أجمعوا عليه ولا ولا يقول أن الذي يرد حديثا فيه فقد رد سنة رسول الله والمعصومين له أنت تلك الدعوة إما تسحبها تقول هذا كتاب كسائر الكتب كما ألف غيره فيه الخطأ وفيه الصواب وفيه المنسوب حقيقة للنبي وفيه اللي تم نسبته من غير أن يتحقق ذلك ولازم الكل يخضع إلى البحث والنقاش ما أحد عنده كلام وياك وآن إذن أيضا لا تعاتب لماذا لم تنقل عن هذا أو نقلت عن ذاك أما إذا قلت هذا هو السنة النبي وقلت هذا أجمعت الأمة على صحته هنا يصير وقت كلام ونقاش وأخذ ورد في مثل الحالة الشيعية لم يدعي أحد هذه الدعوة هذا الكتاب الكافي هو للشيعة ليس لغيرهم ثانيا هذا لا يدعي أحد أن الأمة أجمعت على صحته بل ولا كل الطائفة المؤلف يقول أنا هذا عندي صحيح ما صح بيني وبين الله أنت تقلدني تلتزم فيه ما تقلدني روح شوف لك آخر يقلدني حتى لو يقول هذا بس ثلثة صحيح أنا ما لي شغل في هذا فالفرق في المسألتين موجود نعم الإمامية يتساءلون لماذا لم يتم إنصاف أئمة الهدى عليهم السلام وهم في رأي الإمامية عدل القرآن وفي رأي غيرهم المفروض أقل شيء أنهم علماء ومحدثون ثقات هذا أقل شيء فكيف حتى به المقدار لم يعاملوا معاملة عمران بن حطان ولم يعاملوا معاملة مروان بن الحكم إسا لا أئمة ولا أبناؤهم أيضا تقول للإمام حتى لا مثلا يصير إلى الصيت ويصير كأنما ندعم إمامته ونحن لا نعترف بإمامته أبناؤهم لم يروا عنهم هذا الحسن المثنى ذكرنا اسمه في الأثنى حسن المثنى يلقب بالمثنى باعتبار حتى لا يختلط بأبيه ولا يختلط أيضا بابنه ابنه الحسن المثلث الحسن بن الحسن بن الحسن وهو المثنى هذا كان يفترض أن يكون من شهداء كربلاء ولكنه فقط جرح وقطعت يده وأغمي عليه وفيما بعد أخذ أسيرا تزوج ابنة الإمام الحسين عليه السلام فاطمة وعليها السلام فاطمة بنت الحسين وكان نسل الحسن منه ومنها أحد خطوط نسل الإمام الحسن كان منه ومنها فإنه قاتل في كربلاء بين يدي الحسين وجرح جراحات بليغة وقطعت يده وأغمي عليه فصار في الجرحة ولكن لما صارت انتهت المعركة عرف أنه لا يزال على قيد الحياة فأخذ مع الأسرى في الكوفة أحد أقاربه لأن أمة فزارية خول بنت منظور الفزارية أمة وأحد بني فزارة كان إله وجاه حسان ابن خارج الفزاري كان مع الأمويين إله وجاه عندهم فتشفع فيه وطلبه من ابن زياد وعمر ابن سعد فقال دعوا هذا لأسامة أو لأسماء اسمه أسماء مو أسامة بالفعل أخذه وعالجه وعاش ونسل منه نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فهو شارك في كربلاء ولكن لم يستشد وكان عالما كان من رواة الحديث مع ذلك لم ينقل عنه هذا واحد من أبناء الإمام الحسن عدة أشخاص كانوا في كربلاء من أبناء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ومنهم المعروف القاسم ابن الحسن المجتبى عليه السلام الذي كان أصغر من أخيه الحسن المثنى وقاتل بين يدي عمه الحسين سلام الله عليه على صغر سنه وعادة الإنسان لما يكون في ميعة الشباب وأوائل الحياة تعلقه بالعمر والدنيا واستمرار الحياة يكون أكبر لكن هذا عندما سأله الإمام الحسين عليه السلام أنه كيف يرى الموت قال له فيك أحلى من العسل ففعلا برز إلى القتال مستأذنا عمه الحسين سلام الله عليه وهو ينشد رجزه المعروف إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن يقول بعض الرواة برز إلينا أو خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان فلم يزل يقاتل القوم قتالا شديدا وكأنه يشير إلى هذا المعنى يعني لتستغربون مني إن تنكروني وتنكرون قتالي وترون قتالي قتالا استثنائيا فإن والدي هو الإمام الحسن المجتبى وجدي أمير المؤمنين عليه السلام قال وفي رجليه نعلان ساع إذ قطع نعله يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى فلما رأى ذلك عمر بن سعد بن نفيل الأزدي وقد أهوى القاسم ليشد نعله وإذا بهذا اللعين جاء من بعيد رافعا سيفه ضرب القاسم على مفرق رأسه أين المنادي وإماماه وحسيناه وقاسماه ومصيبتاه فإن المصيب أيضا مصيبة الحسين سلام الله عليه نادى القاسم عميا عليك عليك مني السلام أدركني جاءه الحسين قتل قاتله جلس عنده فإذا به يفحص التراب برجليه من شدة الألم والدماء تنزف من رأسه نادى الحسين بناي عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بيشونا دايا يا جاسم شبيدي يا رأيت السيف قبلك حياة حاج وريد حاج وريد حاج وريد